السلام عليكم بسم الله نبدأ كاملين بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تكونوا كامل بخير وتلقاكم هذا الفيديو بصحة وعافية يا ربي آمين في الفيديو اليوم كما راكم تشوفوا تجور مع حلوية العيد سنشارك معكم وصفة أسهل وأرواح تختلات بالكارامل كما راكم تشوفوا قوام بنا وسهلة بزاف بزاف رمشة توجد أنا بعدها شخصيا كل عام حاضرة عندي في الطابلة بسكو الأهل التاعي في الضار يبغوها كل عام نديرها ومن استغناش على هاد الوصفة اللي غادي نشاركها معاكم سهلة بزاف بزاف وبنينة بزاف بزاف نبدأ على فيديو تاعنا على بركتي الله بسم الله نبدأ أول حاجة معاكم بالعجينة واللي هي أرواح عجينات قدوا تديروها فقال الحلوية ستاعكم فقالي تختلات ستاعكم هنا عندي ندير 250 جرام تاع مارغارين ما نشبه ندير كمية كبيرة غير هذه الكمية وغير تخرج لي كمية لبس بها تختلات عندي 250 جرام مارغارين عندي كاس سكر غلاس اللي هو السكر بودرة وعندي نصف كاس هذا الكاس اللي نعبر فيها راكم تشوفوا في هذا الكاس تعم والد عندي نصف كاس تعمي زينا اللي هي النشئ وعندي حبا بيد وصفار بيدا وعندي مغرفة صغيرة مع مرة تعلفاني وعندي مغرفة صغيرة تعفرفرة أخيرا فرفارة أو المغرفة بالفارين نضيف وبعد trips في قenos التي تعلق مع مركب ما يسمون بيكigo من مرتاح يعني ضوائع ندير الناس لبيجان إ searches سوف نقوم بعمل عبادة لنقوم بعمل عبادة لا أعلم بشكل جيد و لا أعلم بشكل جيد لنقرأ القرآن المكسيمم القدل للنجم و أكيد كما العادة نجد جميع المقادير في صندوق الوصف كما رأيت العجينة لا يوجد زيت لا يوجد كما تعصاب للا و شاشة تفتتغية و احدها الدبقة و احدها في الفم بعد ما خلطت مارغارين و السيكوغلاس و الكريمة غير بيدي مدرت لا فوي لأوالو لا باتر لأوالو زيت عليهم هذه الحبة بالبيض والصفار بالبيضاء و بعد ذلك زيت الماء زينة و بعد ذلك زيت الفارينة نزيت كاس تفارينة و الكاس التالت نزيت فيها غير بشوية مع الكاس اللويت على الفارينة نزيت هذه الكمية الفرفرة اللي هي خامرة كيميائية والمغرف الصغيرة لفاني خامرة كيميائية نصف صغيرة خامرة كيميائية و الفارينة نزيت و نقول لكم كما رأيت 3 كيسان و هذا الكاس الرابع سوف نزيد فيه غير بشوية و لا يوجد الكثير منها بشوية العجينة تجعلها طرية لا تنقصتها تجعلها طرية كما تعطينا هشاشة الكاس الرابع سوف يكون غير اربع ثلث كيسان فارينة واربع لا تنقصتها كما تنقصتها كما تنقصتها نقصتها هذه العجينة التعنى والنتيجة أكثر من رائعة نجعلها ترتاح لمدة نصف ساعة و نبدأ نعمل لطقة التعنى كما تنقصتها كما تنقصتها هنا يجب أن تكون المدورة لدي المونة لدي المونة لدي المونة نحن نسقط بأيض و نقصتها لديها العجينة سهلة و تكملتها و نقول لكم هذا العجينة و نحب نقصتها و نقصتها أصبحا مأتونة و نقصتها لنصف ميونة و نقصتها و ندخلهم نقصتها في نصف و نقصتها 5-10 دقائق و نقصتها و نقصتها و نقصتها و نقصتها ونهوضهم غير بيدنا ولا بمغرف لكي يبقى لنا البلاثين ندير الكراميل شاهدوا البنات هذه الكمية التي دارتها دارت لي 70 حبة 250 جرام مارغارين دارت لي 70 حبة أنا في الأولى البنات كنت أخدمها بالنسبة لي كراميل كنت أخدمها واحدة لقد شاركت معكم الوصفة دعوكم الرابع التحافيس ونضغوا الوصف ومن ذلك قلت لكم بلين نحوث النقص المكسيمم مع الوقت و المكسيمم مع التعب بغير هذه الخطرة أخدمتها بالتوفيات القادمة بنين كثيرا بنين كثيرا و معنى طريقة ك單ال باقي ما تقصد من البلاثين و هل أحبت له من خلقات سوى وها من الهانات التي تشارده لها مما ماذا ت فعل بقي هذا طوفيات بالنسبة لأقوم باقي وظهر من البلاثين لكي يدري لنضرك كوكا وكي يدري للشوكولات عندما كملت تقليس وظهر طريقة كوكا ثم اجبت هذه الشوكولات نوار لبنات لاحلي بلات اشي حجرة لها شوية زيت باش ما تجيناش قاسحة حجرة من بونا كل اللي طاقتولات تتاوعنا اجبت لها غير شوية زيت وخلطتها وراني ندير ملفوق في اللي طاقتولات تتاوعي ثم قبل ان تنشف الشوكولات لبنات ندير هذا كحبة تعلوز كل واحد تزيين اختياري لبنات اللي بغي يدير قرقاء ولا اللي ما يبغي شي يدير قرقاء انا بغيت نزيينها بحبة تعلوز كما راكم تشوفوا ولا اسهل وصفة ولا ابسط وهاد الوصفة توانم بزيف بزيف لبنات الخدامات تساعدهم بس كما تديش بزيف تعلوز وكما راكم تشوفوا عندكم دارت لي كمية لابس بيها 70 حبة تعلوز كمية لابس بيها وان بليس ما فيهاش خدمة قلت لكم دلتها بالكراميل شريته ما خدمتهش في الدار ما وقفش عليه كما اقولوا دج انا وقفت غير مع القاطو تعلوز اللحظة اللي شاركته معاكم في الفيديو اللي قبل فتح هذا القاطو كانت بزيف فعليا سيبوغسة ما بغيتش نزيد نوقف مع الكراميل وهذه هي الوصفة ولا اسهل وقلت لكم ان هذا القاطو قعم ما يخطينيش في العيد بس كل اهل تعيبوه سما كل عام عندي هاد القاطو نديرها ساكره وندير هاد الوصفة من بدلهاش لبنات اروع وصفة جربتها في حياتي وهنا بعد ما كملتها نخلي شوكولة تعيي حتى تجمت ونجي نكسمي معاكم حبيباش شوفوا كيفاش يجي وكيفاش يجي يدوب غير يدوب في اليد قبل من يدوب في الفم وهذه النتيجة بعد ما نشفت الشوكولة كما راكم تشوفوا شاركت معاكم بالابنات ووصفة اللي شاركت معاكم ونحن نحن نعود لكم بشكل مدابيه يشوفوا اكبر عدد للناس لكي يستفادوا من وصفة باسكو فرامون وصفة راوعة هنا يشوفوا بعد ما افتحت معاكم شوكولة جيد راية لا تقصحة وكيفاش الكراميل سهل التانيكس في الخدماتها سهل ماشا ما يديش الوقت بزاف ونتمنى منكم شالها باش تجربوا هاد الوصفة على بالي بليكين بزافتها الوصفات انا شخصيا جربت بزافتها الوصفات وهذه الوحدة اللي رسيت عليها واني نديرها دايما ما نستغناش عليها نتمنى منكم شالها باش تجربوها وتعجبكم الوصفة وإلى عجبتكم الوصفة وعجبتكم الفيديو خلوا لي لايك ودعموني بليزة بون مو ونقولكم من صحف توركم وشهيدكم في الجنة ان شاء الله وخلتكم على بركة الله إلى الفيديو القادم ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد انا لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك